استجابة لضغوط إسرائيلية أوقف عدد من البنوك الفلسطينية رواتب ومخصصات الأسرى الفلسطينيين ولم تلتزم بصرفها رغم تحويلها من قبل وزارة المالية الفلسطينية إليها موقف أدانته مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى معتبرة أنه يأتي في سياق تجريم نضلات الأسرى وتضحياتهم على هذه البنوك التي نعتبرها وطنية أن يكون لها موقف وطني بعدم الرضوخ للضغوطات الإسرائيلية وصرف مخصصات الأسرى الأسرى يعتبر لدينا خط أحمر ولا يمكن تجاوزه وتعتبر هي من أهم القضايا المركزية للشعب الفلسطيني فعلى هذه البنوك أن تعطي الأسرى مخصصاتهم وأنها تخضع للإسرائيليين والمطالب الإسرائيليين هذا التجاوب من بعض البنوك أثار سخطا وغضبا في الشارع الفلسطيني وبين الفصائل الذي وصفته بالطعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني محذرة من التساوق مع رواية الإسرائيلية داعية إلى التراجع الفوري عن القرار وعدم تجميد حسابات الأسرى نقطع هذه المسحقات يعتبر تساوقا مع قرار الإدارة الإسرائيلية بالضغط على البنوك من أجل وقف صرف مخصصاتهم سلطة النقد أصدرت قرار سابقا لهؤلاء البنوك بالاستمرار بالصرف هذا القرار يعتبر قرار غير قانوني ويجب على هؤلاء البنوك أن يعاقبوا وأن يضغط عليهم من أجل الاستمرار بصرف مخصصات الأسرى وقف حسابات الأسرى سيزيد من عبء ذويهم خاصة أنه مصدر رزق لهم ولعوائلهم وهما يعني مضاعفة معاناتهم معانات الأسر ومعانات حرمان الراتب الأمر الذي دفع مختصين بالمطالبة بضرورة محاسبة البنوك المتورطة في ذلك هذا يشكل عبء اقتصادي ومالي واجتماعي على شريحة كبيرة من ذوي المعتقلين والمعتقلين في داخل السجون الصهيونية ويعني هذا شكل من أشكال تجويع شريحة مناضلة وقدمت كل غالي ونفيس من أجل الشعب الفلسطيني ونحن في هذا السياق نقول أننا لن نسمح لهذه البنوك أن تذل أو تجوع أو تعاقب ذوي أسرانا أو تمرر سياسة الاحتلال الصهيوني على أبطالنا في داخل السجون وذويهم خارج السجون القرار الإسرائيلي بوقف حسابات الأسرى ليس الأول فقبل نحو عامين سن الكنيسة الإسرائيلي تشريعا يقضي بخصم قيمة الأموال التي تخصصها السلطة الفلسطينية للأسرى والشهد والجرحة من أموال المقصة وهي أموال تخصمها إسرائيل قصرا من الضرائب الفلسطينية ثم تبتز السلطة بها تسعى إسرائيل جاهدة لتضييق على واحد من أهم رموز الشعب الفلسطيني وهم الأسرى فيما يخشى الفلسطينيون من أن يكون القرار الجديد فتح شاهية لإسرائيل لاتخاذ مزيد من القرارات بحق الأسرى عامر الفرى اليوم قطة وغزة